اشتركوا في القناة في خبر مفاجئة عملاق اوروبي يتقدم بعرض خيال لحارس الاسود ياسين بونو والاخير يتخذ هذا القرار وليد الرقراجي يتخذ قرار مفاجئ بخصوص تجمع الاعدادية للاسود في المعسكر المقبل فوت ميركاتو تولوس الفرنسي يرد الاستغناء عن نجم المغربي زكريا ابو خلال واللاعب المغربي قرر بدوره مغادرة الفريق لهذا السبب خطف الدول المغربي عبدالرزق حمد الله الأنظار من جديد بتمريرتين حاسمتين في مباراة فريقه اتحاد جدة أمام الهلال في كلاسيكو السعودية والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة السابعة والعشرين من الدولة الرشن وتقدم الاتحاد بهدفي الأول عن طريق البرازيلي كورناظو في الدقيقة التاسعة بعد التمرير عبدالرزق حمد الله قبل أن يساهم الأخير في هدف الثاني أحرز أحمد بن مسعودة في الدقيقة الثلاثون وسجل للهلال الهدفين كل من المسعب فهد جوهري في الدقيقة تيتو الأربعون ثم البرازيلي ميشيل دالياغو في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الطائع حيث استعان الحكم بتقنية الفارة قبل أن احتساب الهدف وقبل ثلاث جوالات من نهاية الموسم تصدر الاتحاد لدول ترتيب دولة السنة برسيد 36 نقطة لكن الفارق مع أرقب ملاحقه النصر تتقلص إلى ثلاث نقاط فقط ورفع الهلال رسيده إلى خمسون نقطة في المركز الرابع وتوقف رسيد طائر عند الرابع والثلاثون نقطة في المركز السابع وتصدر الإشارة إلى أن حمد الله تألق بشكل لافت هذا الموسم رفع الاتحاد ويسير بخطة تابتة للفوز بجائزة هدف الدوري بتسجيله عشرون هدفا يقترب نادي تشيسي الإنجليزي من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيو بوتشينو عقب نهاية الموسم الحالي خلفا لفرانك لامبارد الأخير الذي تم استقدامه لقيادة الفارق مؤقتا ووفقا للمصادر الإنجليزية فإن بوتشينو حسب مستقبل ثلاث لاعبين في تشيسي ويتعلق الأمر بكل من حكيم زياش وماركو كوفزيت ومارسون موت قبل استلامه الفعال للفريق وبات أن المدرب الأرجنتيني قرر الاستغناء عن تولتي مبلغا إدارة تشيسي بعد اقتناعه بإمكانيتهم مقابل إبرام تعاقد تهم مراكز حراس المرمى والوسط والهجوم وبات رحيزي ياش عين تشيسي مصيرا محتملا للوضع السيء لللاعب في الفارق الأزرق وعدم اقتناع إدارة الأخير والمدرب بخدمتها كشفت تقارير الإعلامية التركية أن ندي فنربخش التركي يراقب وضعية الدول المغربية ياسين بونو مع فارقه الحالي إشبيه إسباني عن كثب في أفق فتح مفاوضات بين الأطراف المعنية لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحسب صحيفة تركية فإن اسم ياسين بونو الذي يلفت إليه أنظار كبار الأنذية الأوروبية خلال مركات الصيف المقبلة يوجد على طاولة ناليفا نربخش أيضا لتعويض حارسي الأول بسبب ملاحظة تقنية عن مسواها المصدر ذاته أورد أنه في حالة فشل إدارة النادي في استقطاب دومينيك ليفاكوفيت من دينامو زغرب فسيكون الخيار هو ياسين بونو موشرا إلى أن المسؤولي فنربخش قاموا فعلا باتصالات أولية للإطلاع على وضعية الحاليس المرمن منتخب الوطي المغربي الأول مع ناديه إشبيري الإسباني ومعرفة مطالب هذا الأخير المالية بخصوص تخلي عن خدمتها وبات مستقبل حيث الأسود ياسين بونو مع نادي إشبيري غامضا في دل عدم الاعتماد عليه رسميا في الفترة الأخيرة علما أنه مرتبط بعقد مع الفارق الأندلوسي حتى 2025 ويوجد ياسين بونو ضمن مفكرة مجموعة من الأندل الأوروبية التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خدمات الحاليس المغربي بعد مشواره مع المنتخب الوطني المغربي الأول في نهائيات كأس العالم قطر 2022 قدم وليد الرجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول موعد تجمع الإيدادي الذي يخوضه للأصود استعدادا لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في الثاني عشر والسابع عشر يونيو المقبلة على التوالي وتم تقديم موعد تجمع إلى ثمانية يونيو بدلا من إطناء عشر يونيو نظرا لبرمجة مباراة الرأس الأخضر للإعدادية في يوم نفسه بمركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباطة ويأتي هذا بعد استغلال الرجراجي لنهاية الموسم الرياضي في الدورية الأوروبية ليطلب من اللاعبين الالتحاق بمركب المعمورة بعد انتهاء تزامناتهم مع أنديتهم ومن المنتظر أن يتغيب سفر أمربط لعب نديف يورونتين الإيطالي عن مباراة الرأس الأخضر في حال تأهل فريقه إلى النهائي الدول الأوروبية ومن المقرر أن يعقد الرجراجي ندوة صحفية لتقديم لائحة المنتخب الوطني المغربي المباراة ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة 11 برصيد 6 نقاط وضمن تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا كثف التقарير الصحفية الفرنسية أن نادي تولوز الفرنسي قرر الإنفصال عن الدول المغربية زكريا أبو خلال واستبعاده عن ميدان إلى نهاية الموسم القرآво الجارية ووفقا لموقع فوتميركاتو الفرنسي فإن نادي تولوز قرر الاستغناء عن أبو خلال بعد أن تم استبعاده عن الميدان إلى نهاية الموسم الجاري بسبب صدور خبر دخولي في مشاحنة مع نائبة عمدة مدينة الهزة وأضافت المصادر أن الندي الفرنسي يسعى للتخلص من الثوائي المغربي خلال ميركاة الصيف المقبلة رغم تألقه حيث سجل 13 هدفنا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 39 مباراة في جميع المصابقات الفرنسية وكانت قناة MXC الفرنسية قد أكدت أن أبو خلالة دخل في مشدة كلامية مع نائبة عمدة المدينة وقال لها بعد أن طالبت من اللاعبين إلتزام الصمت عندنا لا تتحدث النساء هكذا مع الرجال علما أن الخبر جاء مباشرة بعد أن قرر البالغ من عمر 23 سنة عدم دعم الشدود الجنسية ونفت المعنية بالأمر الواقعة لكن تولوز ظل مصرا على مؤاخبة الدول المغربي وتصديق ما جاء في القناة الفرنسية ليحقب لاعبه المغربي باستبعاده من التدريب الجماعي لأجل غير مسمى مع فتح تحقيق داخلي للواقعة شكرا على فتح المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا على المشاهدة